يا صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان وتفطية خاصة جدا لرحلة عودة بعثة النادي الأهلي بالسلامة بإذن الله تعالى والوصول لمطار القاهرة الدولي عقب الانتصار الغالي جدا 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 للنادي الأهلي على فريق الوداد المغربي هناك في المغرب في مركب محمد الخامس بنتيجة 2-0 كانت قابلة للزيادة في الحقيقة من خلال أحداث المبرأة والجمهوريات المبرأة وتقلق وتفوق النادي الأهلي وكلامنا في الحقيقة النهاردة في التغطية اللي هتمتد معاك وحتى وصول البيعثة بإذن الله لمطار القاهرة سالمين هنفضل معاكوا لحظة بلحظة ودي التغطية اللي متعودين عليها دايما من خلال شاشة قناة النادي الأهلي وتفاصيل كتير جدا وحكاوة هنحكيها مع بعض خصوصا أن احنا فرحانين بس في نقطة مهمة لازم نركز عليها ولازم نتكلم فيها جمهور الأهلي ما بيفرحش غير بالبطول جمهور الأهلي آه يبقى سعيد بانتصار سعيد بأداء سعيد بروح مهمة جدا شفناها داخل أرضية المرعب مبارح لكن دايما الفرحة مؤجلة بعد حسم اللقب بإذن الله واحد أحد فبالتالي خليكم متابعيننا وخليكم متواصلين معنا لحظة بلحظة إن شاء الله فور وصول البعثة لمطار القاهرة الدولي خلينا أقول له حضراتكم بعض التفاصيل الفرقة تحركت بالضبط من هناك مطار محمد الخامس في المغرب في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة الرحلة حوالي خمس ساعات تقريبا أو خمس ساعات ونص فمن المفترض بإذن الله تعالى يوصلوا مطار القاهرة الدولي بالسلامة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا يعني بعد نص ساعة تقريبا من دلوقتي يكونوا وصلوا وكل حاجة هنعرضها لحضراتكم من خلال هذه التغطية الخاصة والهمة جدا في الحقيقة وكلنا فرحانين النهاردة وكلنا موسوطين وكلنا غاية في السعادة مش بس عشان الأهلي كسب لا عشان احنا شوفنا روح الأهلي في الملعب آه كنا لابسين تيشيرت سود لكن روح الفينيلا الحمراء كانت موجودة في أرضية الملعب مش عايزة أقول مبروك غير لما نتأهل لأن دي خطوة أو دي مباراة أو ده شوت لسه الشوت التاني هيكون يوم الجمعة الجاية بإذن الله تعالى الساعة 9 بالليل في استاد القاهرة الدولي نكسب نصعد نتأهل للنهاية بعكاة بقى نتفرغ ليه المباراة النهائية أين كان حنقابل مين نتمنىها طبعا تكون نهائي مصري ما بين الأهلي والزمالك والزمالك عنده مباراة مع الرجاء النهاردة لكن احنا اللي يهمنا طبعا خلال المرحلة الحالية هو النادي الأهلي لو نهائي مصري حيبقى كويس في كل الأحوال حتى لو لم يتأهل نادي الزمالك وتأهل نادي الرجاء فكده كده المباراة النهائية هتكون على استاد القاهرة الدولي بعد القرعة اللي اتعملت فالأفضلية ليك دلوقتي وكل حاجة في رجلك انت كالعي في النادي الأهلي وكل حاجة فيه أو حتيجي من خلال دعوات جمهور النادي الأهلي اللي دايما بيكون وراء فرقته ماشينا خطوة بخطوة واحدة واحدة وخليني برضو اأكد على الجزئية الأهم ان احنا ما بنفرحش غير بالبطولة البطولة صعبة برضو اه احنا كسبنا الودات في المغرب وعملنا مباراة جبيرة قوي 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 لكن في نفس الوقت انت لسه المنافسة ما خلصتش عندك الناحية التانية بإذن الله واحد احد لما تتأهل مش عايز اتأكد على التأهل لان لسه فيه مباراة تانية الكورة يعني فيها كل شيء اللي عجب ممكن تشوفه منشوف التاملينزليج الأوروبي بتلاقي فرقة خسرانة على ملعابها اتنين وثلاثة عادي بترجع في ملعب المنافس بتكسب وتتأهل لقدر الله ده مش بإذن الله ده مش هيحصل معانا يعني